وقف العراق استيراد تمور في خطوة وصفت بأنها لحماية المنتج المخلي وأكد وزير الزراعة صالح الحسني خلال مؤتمر صحفي في كربلا أن هناك منتجات زراعية أخرى ستضاف في الأيام المقبلة لقائمة المنع وعن زيادة الأسعار للسلع الممنوع استيرادها وضح الحسني أن كل قرار لابد أن يكون له تبعات إلا أن أمر زيادة الأسعار سينتهي حال زيادة الانتاج أو عندما يكون العرض أكثر من الطلب وفق قوله